اشتركوا في القناة سنتعلم اليوم بحل الله وقدرته تعريف التربة وما هي التربة ثم نتحدث عن نطاقات التربة المختلفة وماذا نقصد بنطاقات التربة التربة ما هي التربة فكروا قليلا نشاهد في هذه الصورتين أو في هاتين الصورتين الأولى عدسة مكبرة لعدة أنواع من التربة تربة لونها بني فاتح وغامق ثم أغمق ونشاهد في الصورة الثانية تربة صحراوية وتربة استوائية وتربة عشبية وتربة قطبية هل التربة أنواع؟ ما هي التربة؟ نفس السؤالية تجدد ما هي التربة؟ مشهد صورة لتربة زراعية أمامكم ماذا تتوقعون أن تكون التربة؟ ما هي مكونات التربة؟ وقبل الحديث عن التربة لعلنا نذكر لكم فيما درستم سابقا أن التربة من الموارد المتجددة نذكرنا سابقا أن الموارد نوعي موارد متجددة وموارد غير متجددة فمن الموارد المتجددة التربة وتعد التربة مواردا متجددا لأنها من المواد التي يمكن إعادة استخدامها إذن التربة مكوناتها أولا من فتاتات صخرية ثم بقايا مخلوقات ميتة إذن فتاتات صخرية وبقايا مخلوقات ميتة تعطيني تربة إذن تعريف التربة عبارة عن خليط من فتاتات الصخور وأجزاء نباتات ومخلوقات ميتة أعطتني هذه الصورة التي هي التربة فتاتات صخرية فتاتات صخرية نوع من التربة هنا نوع آخر ونوع ثالث فهل تختلف التربة بعضها عن بعض؟ أحسنتم الإجابة نعم تختلف التربة باختلاف المواقع لكنها تكونت بالطريقة نفسها سنتحدث الآن عن نطاقات التربة ونقصد بالنطاقات هي كل طبقة من طبقات التربة تسمى نطاق فعندنا ثلاث نطاقات النطاق الأول نطاق ألف ويسمى بالتربة السطحية التي تحتوي على الدبال إذن النطاق ألف هو القريب من النبات سطح النبات لاحظوا هذا النبات قريب جدا من النبات سطح سطح الأرض يسمى بالتربة السطحية التي تحتوي على الدبال ما هو الدبال؟ ماذا نقصد بالدبال؟ سبق وتحدثنا عن الدبال وذكرنا ما هي مكونات الدبال الدبال هو بقايا حيوانات ونباتات ميتة إذن الدبال هو بقايا حيوانات ونباتات ميتة وهو جزء من التربة تكون من مواد العضوية المتحللة التي ذكرناها بقايا النباتات والحيوانات التي حللتها المخلوقات المجهرية ويحوى الدبال على مواد مغذية للنبات ويمتص الدبال الماء ويحتفظ به أكثر النطاق الثاني نطاق باء ويسمى بالتربة تحت السطحية إذن ألف السطحية باء تحت السطحية تحتوي على نسبة قليلة من الدبال ونسبة كبيرة من الصخور المفتتة إذن الفرق أن النطاق ألف به دبال مقايا مخلوقات حية ونباتات بينما النطاق باء يحوي نسبة كبيرة من الصخور المفتتة ثم عندنا النطاق جيم ومعظمه يتكون من قطع كبيرة من صخور التجوية وهذه المنطقة تكون صلبة ويختلف سمكها أو سمك النطاق من منطقها إلى أخرى سؤال تحتوي التربة تحت السطحية على نسبة عالية من الدبال هل تحتوي التربة تحت السطحية على نسبة عالية من الدبال عندنا السطحية وتحت السطحية أحسنتم والإجابة خاطئة على نسبة قليلة من الدبال أي العبارات التالية صحيحة؟ يمكن للنباتات أن تنمو بشكل أفضل في التربة الغنية بالدبال هل الدبال مهم جدا لنمو النبات؟ ثانيا الدبال هو بقايا الحيوانات والنباتات الميتة ثلاثة تختلف التربة عن بعضها البعض بحسب موقعها إذن تختلف التربة بعضها عن بعض بحسب مواقعها رابعا كل أنواع التربة تكونت بالطريقة نفسها هل الإجابات أو العبارات صحيحة كلها؟ أم أن هناك عبارات غير صحيحة؟ أحسنتم كل العبارات صحيحة النباتات تنمو بشكل أفضل إذا كانت التربة غنية بالدبال الدبال هو بقايا الكائنات الحية الميتة تختلف التربة عن بعضها بحسب الموقع كل أنواع التربة تكونت بالطريقة نفسها إذن تعلمنا اليوم التربة وبأنها خليط من فوتات الصخور وأجزاء نبات ومخلوقات ميتة تحدثنا عن أن التربة تختلف باختلاف موقعها ومواقعها ورغم اختلافها إلا أنها تكونت بالطريقة نفسها وذكرنا أن التربة عبارة عن عدة نطاقات نطاق ألف ونطاق باء ونطاق جيم ثم تكلمنا أن التربة عبارة عن تربة سطحية غنية بالدبال هذا بالنسبة للنطاق الأول والنطاق الثاني تربة تحت سطحية بها نسبة قليلة من الدبال ثم النطاق الثالث اللي تربة بها صخور كبيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ونلتقي بكم في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر